الرئيس هادي يتخذ موقفا متحصنا أمام ولد الشيخ والمجتمع الدولي برمته رافضا خطة السلام التي حملها المبعوث الأممي باعتبارها بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليست خارطة السلام هادي في لقائه بولد الشيخ ذكر بموقف الشرعية التي طالما تعاطت بإيجابية مع الرؤى التي يقدمها المبعوث ذاته في الجولات السابقة رغم عدم شموليتها وانسجامها مع المرجعيات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 موقف الرئيس هادي هذه المرة جاء على غير هوا الأطراف الدولية التي ربما تريد أن تظل الميليشيا عاصا طويلة ممتدة نحو الخليج لمآرب كثيرة كما يرى مراقبون فخطة السلام الأممية الجديدة من وجهة نظر هادي بمثابة مكافأة للإنقلابيين وتعاقب في الوقت ذاته الشعب اليمني وشرعية التي ثارت في وجه الكهنوت والإنقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء ومن الواضح أن الأطراف الدولية قد رمت بالقرار الدولي عرض الحائط وهو القرار الذي جاء لتثبيت الشرعية واستعادة الدولة ووضع حد للإنقلاب كما تنص بنود القرار ومضامينه وهو ما بدى منسجما مع الخطة الأممية التي جاءت على الضد من القرارات الدولية والمرجعيات الأساسية من خلال مضمون يهدف إلى تثبيت الإنقلاب وإسقاط شرعية الدولة وبحسب متابعين للخطة السياسية الراهنة فإن من الطبيعي أن يرفض هذه مبادرة المبعوث الأممي في مثل هذا التوقيت فسلطة صنعاء في هاوية كما تقول المؤشرات العسكرية خصوصا مع تعالي أصوات الاحتجاجات التي تعالت إزاء إحجام سلطة الميليشيا دفع رواتب الموظفين الخاضعين لسلطتها وعلى أي مبادرات في مثل هذا التوقيت بمثابة إنقاذ لهذه السلطة وتحايل على إصرار اليمنيين في إنقاذ ما تبقى من الدولة من خلال استعادتها وإسقاط الإنقلاب